يوه الله للجاعة حتو تباين نحن اليو فيي وأنت السيدة العجوز من أكثر منك اقتناءً للكنوز؟ سؤال زمانك إيه وخيبة إيه وفن بطولاتكم فين؟ أول بطولة تكسبوها كمان قارنين تجيبوا عباس تجيبوا درويش خلاص الدوري مفيش أخرتها تنزلوا للمظالم زي الشواكيش لي 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 بهذه الشعارات المزلزلة يدعم ألتراس أهلاوي نادي القرن الإفريقي فالمشجعون هم القلب النابض لنادي كرة القدم يقدمون الصوت والروح والتعبير الأكثر وضوحاً عن العاطفة ومع ذلك فإن مشجع الأهل ليسوا مثل الجماهير الأخرى رافقنا بهذا الفيديو لنعرض لكم قصة ألتراس أهلاوي من الألف إلى الياء تأسيس ألتراس أهلاوي في الثمانينيات كانت مدرجات كرة القدم في مصر عادة ما تكون مقتضى بما يتجاوز سعتها الرسمية وأقل عدائية بكثير من تلك التي الموجودة في الملاعب الأوروبية في المناطق التي تعيش في إيطاليا وأوروبا الشرقية حيث كانت عروضهم المرئية المنصقة والمثيرة للإعجاب ملهمة للشارع المصري ليستوحي عمر مصطفى فهمي فكرة تأسيس رابطة ألتراس أهلاوي مشابهة لتلك الموجودة في إيطاليا وأوروبا ولكن بشغف مصري وتم تشكيل رابطة ألتراس الأهل في عام 2007 وكان أول ظهور لها في مباراة الأهل ضد فريق أمبي بالدور المصري بعدما تم منعهم من الدخول لاستاذ القاهرة بسبب لافتة كبيرة يحملونها وعندما تم فتح اللافتة وجدوا بها شعار الأهل ليسمح لهم بالدخول بعد بداية المباراة بسبع عشرات دقيقة الحب المطلق والولاء للأهل ألتراس الأهل يشير إلى الحب والولاء المفرط في قرة القدم وبحرصه الدائم لتشجيع الأهل والتنقل معه أينما حل وارتحل فالرابطة تردد شعاراتها الجياشة وتلبس اللون الأحمر فقط فأهداف ألتراس أهلاوي تحتاج مشجعا يتحمل هذا العب أولا ممنوع أن تتوقف عن تشجيع النادي طيلة التسعون دقيقة لعب ثانيا ممنوع أن تستريح وتجلس على مقاعد المدرجات أثناء المباراة ثالثا الرحيل والترحال مع النادي ودعمه بحضور أكبر عدد من المباريات رابعا وأخيرا ممنوع تلقي تمويل مادي من أي جهة كانت تاريخ مشؤوم لم يكن الشعب المصري ليتخيل أبدا أن الأول من شهر فبراير لعام الفان واثنى عشر يمكن أن يصبح يوما مأساويا بعد أن ثارت أعمال شغب في المدرجات خلال مباراة بين فارقي الأهل والمصري على أرض الملعب في استادي بورسعيد بعدما توجه المئات من ألترس أهلاوي لبورسعيد لدعم فارقهم في مباراة كانت حاسمة على اللقب في الدور المصري بدأت المباراة عندما اختتح الأهل تسجيل بعد عشرة دقائق بدربة رأس بمهاجمه البرازيلي فابيو جونيور لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهل على المصري بواحد صفر تقدم الأهل لم يعجد مشجع النادي المصري لتقوم مجموعات من مدرجات المصري بإلقاء قنابل حارقة على ألترس الأهلي هنا انشغل الأمن المصري بإيقاف المباراة مرات عدة وتأمين خروج اللاعبين من الاستاذ لتقوم سائرة مشجع النادي المصري وتهاجم ألترس الأهلي مخلفة 72 قتيلا بعد خمس سنوات أصدرت المحكمة حكم الاعدام بحق أحد عشر شخصا من مسبب أعمال الشغب نهاية قصة حب أصدرت محكمة الشؤون المستعجلة بالقاهرة في السادس عشر من مايو الفان وخمسة عشر حكما على رابطة ألترس الأهلي باعتبارها جماعة إرهابية مع وضع إجراءات معينة لحضور المباريات عام الفان وثمانية عشر تم تجميد نشاط ألترس أهلاوي بعد أعمال شغب خلال مباراة الأهلي ضد نادي بونانا الجابوني بدور أبطال إفريقيا على إثر ذلك تم اعتقال العشرات من أعضاء الألترس لتصدر رابطة ألترس الأهلي بياناً إعلان تجميد نشاطها لأجل غير مسمأة مفاده أن التجميد جاء لعدم استغلال أعضاءها لأغراض سيئة وهكذا انتهت حقبة ألترس أهلاوي لكن الألترس بقي وفياً ومحباً لناديه بتفكيك الرابطة لعدم الإضرار بناديه الأحمر وأنت هل تستطيع الفداء والتضحية لأجل ناديك المفضل؟ وبرأيك هل سيعود ألترس أهلاوي للواجهة مجدداً؟ اشتركوا في القناة